وفي نبأ عاجل جلنا الآن أن وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط اتنين من منفذي حادث كنيسة العدرة مريم بأكتوبر بحوزة هما سلاح آلي وبندقية خرطوش وخمس طلقات وأعلنت أيضا وزارة الداخلية أن قوات الأمن المكلفة بحراسة الكنيسة قامت بواجبها وتعاملت بالسلاح مع المعتدين ولكن المتهمين الذين تم القبض عليهم وهم محمد عبد الحميد وأحمد محمد عاجلوهم بطلقات نارية مما أصفر عن استشهاد أحدهم وإصابة الآخر وكما يفيدنا الآن دكتور علي عبد الرحمن أن حالته مستقرة دكتور علي شكرا على سرعتك في إطلاق اسم اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية على الشرع الذي يتواجد به حل سكن الشهيد الراحل في منطقة الطالبية بشارع الهرم